تداول أردنيون خبر إنشاء وزارة السعادة في دولة الإمارات المتحدة بتندر وسخرية بسبب الضائقة الاقتصادية التي يمرون بها ويتهمون الحكومة بالتنكيد عليهم ماليا مطالبين بأن تقرر صرف كتاب لا تحزن لكل مواطن أردني كاميرا الحقيقة الدولية استطلعت آراء المواطنين حول أبرز مطالبهم من هذه الوزارة في حال تشكيلها في الأردن والتي تركز أغلبها في توفير المستوى المعيشي اللائق للمواطنين والله يا سيد العزيزي هنطلب الاقتصاد الرحة البال غلال معيشة زيادة الرواتب وقف الضرائب شوي عن المواطن لأن المواطن صار ماشي دفش طبعا المواطن ماشي دفش ماشي والله شو السعادة مش بحاجة إلى وزارة الوزارة هي تسمية إحنا بهمنا واقعنا واقع حياتنا مش الوزارات الوزارة لا تصنع شيء الوزارة تفيدة الوزير هو ما حوله فقط أما المواطن ما بيستفيد بدليل عنا وزارة نقل وعنا غيره في يوم شوفت وزير نقل ركب باص أو أخذ تاكسي أو عانا معاناة مواطن لا فالسعادة من لما يشوف ناس شرواك محترمة ويعيش بأريحية ويتوفر له الكرامة تبعه بيصير سعيد السعادة كلمة ذات معاني عريقة السعادة سعادة القلب سعادة الروح سعادة اللسان سعادة اللقاء مع الآخرين إحنا يؤسفنا كل الأسف إنه دائما مغفرين مع بعضينا صلبين مع بعضينا يعني لو وجدت هذه الوزارة شو تطلب أنتم اتبسط حياة العباد إحنا بالإمارات تستحدثوا وزارة السعادة بالأردن هنا برأيك شو بدنا وزارتيش وزارة الراحة بدنا ليش كلها نفسياتها تعباني يا أخي والله العظيم يعني ضروري أكيد إذا ما أهم إيش الراحة أحلى من السعادة الوزارة في الإمارات قالت أن مهامها مواءمة خطط وبرامج الدولة الإماراتية وسياستها لتحقيق سعادة المجتمع حزم السردي الحقيقة الدولية ترجمة نانسي قنقر